نظمت جامعة عدن بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي مسابقة في مجال الشعر شارك فيها عدد من الشعراء من مختلف محافظات الجمهورية وخلال الحفل أكد محافظ محافظات لحجوة أبيا والضالع وتعز عن تقديرهم لكل المواقف العربية والجهود الإنسانية لدولة الإمارات العربية المتحدة وما تقدمه من عمل إنسانية للشعب اليمني بمختلف المجالات من جاته أوضح مدير الهلال الأحمر الإماراتي بعدن سعيد علوي أن الاحتفالية تأتي تزامنا مع يوم الشعر العالمي وتكريما للشعر والشعراء في اليمن مؤكدا حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على تقديم العديد من المشاريع الخدمية التي مشانها خدمة المواطنين إلى ذلك تم التوقيع على الاتفاقيات بين كل من محافظي أبيا العميد أبو بكر حسين ولاحج اللواء أحمد تركي والضالع العميد علي مقبل صالح ووكيل محافظة التعز وبين مدير الهلال الأحمر الإماراتي بعدن سعيد علوي كما تم تكريم عدد من الشعراء الفائزين بالمسابقة الشعرية وتكريم أول محافظ لمحافظة عدن الشخصية المعروفة أبو بكر شفيق ورئيس جامعة عدن الدكتور الخضر لصور وصحبي أول صورة لزيارة الشيخ زايد لمدينة عدن المصور المعروف محمد سيف حضر الحفلة وكيلة محافظة عدن محمد الشاذلي والضالع نبيل العفيف ومدراء أمن عدن اللواء شلال علي شايع ولحج العميد صالح السيد اشتركوا في القناة